السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أخوتي الرياس في فيديو جديد وفائدة جديدة اليوم إن شاء الله لدينا درس مهم جدا انتلاقا من تساؤلات دي الإخوة الكرام اللي في القناة يعني أسئلة صارحة مهمة جدا وفي محلها اليوم إن شاء الله نحاول نتحدث لكم على أفضل طعم للصيد بالليل لأنه الليل إخواني الكرام كما نعرفه وكما قلنا إخواني في القناة أنه أفضل وقت قعد الرياس تقريبا هو الصيد بالليل لأنه بالنهار كيكون العماله هذا والأمور والمشاغل إذن بالليل كيكون أفضل وقت الصيد خصوصا 1-3 ساعة أو 4 ساعات ولكن إخواني الكرام من الأفضل نركزه مباشرة نعرفه أفضل طعم المناسبة إضافة للأوقات باش ما مبقاش مشيه نضيع الوقت كتير لأنه أغلب الرياس كيبيوحضة وبحاصيلها طبعا إذن من طولش عليكم أفضل طعم إخواني الكرام على الإطلاق بالليل يعتمد بدرجة كبيرة جدا على نوع السمك المستهدف إخواني الكرام أرى ما نغفلوش هذا الشيء هذا الشيء مترابط إضافة إخواني الكرام لأوقات لأوقات ديال الصيد كان الليالي المظلمة كان الليالي المقمرة كان أشياء كثيرة جدا سنعتمد عليها بشكل كبير جدا وبطبع نوعية الصيد أيضا يعني أشبل بيلو طاولة سرابة ولا سيرف كاستينج في الشاطئ أو بين الصخور ولكن على العمام إخواني الكرام نحاول نختصر عليكم قاعدة الأمور إن شاء الله في الفيديو كما كان نقول لكم إخواني الكرام الإخوان العرب لما كيفهموش اللغة الدارجة مرة أخرى نقول لكم أن هناك قناة يعني جنب البحر بالعربي الإسم ديالها كان في صفحة الرئيسية دياله قناة رحتي جنب البحر أسفل الفيديوهات مباشرة ستلقوا الرابط إن شاء الله ضغطوا عليه الاشتراك باش تستفدوا معلومات مهمة أخرى إن شاء الله وكان تكون باللغة العربية الفصحة إذا أفضل طعم إخواني الكرام كما كان نعرفه أول طعم غنقوله دائما هو الطعم ديال السردين السردين ممتاز جدا بالليل إخواني الكرام يعني أفضل طعم على الإطلاق بالليل كينين جوش الأنواع كين منهم السردين السردين خطير خطير بالليل لأنه كنستهتفو به الأسماك كما كان قوله الوحش اللي كان قوله لأنه بالليل إخواني الكرام كنعرفه أنه كينين أنواع كثيرة من الأسماك كتنشط بالليل منها أفضل نوع كي يكون بالليل كثيرا جدا هو سمك صنر إخواني الكرام ممكن نصيده عليه بضرجة كبيرة خصوصا في المناطق الصخرية إخواني الكرام إضافة الأخطبط كي يكون بالليل كي يضرب على السردين بشكل فعال لبرينا أنواع كثيرة كين أبلاغ أسمك أبلاغ أسمك درعي هاد الأنواع كلها تقريبا كتضرب على السردين بشكل كبير جدا هاد شيء بين السخور وبالطبع أسمك الشرق ما ننسوهاش حتى هي والنوع الثاني للطعم الكرام هو البيوضة البيوضة كنقصد بها الطعم البيضاء فيهم 7 روتال ممتاز جدا خصوصا في هذا الوقت هذا الطعم البيضاء رام ممتاز في هذا الوقت يعني فصل الخريف وفصل الشتاء ممتاز جدا 7 روتال كنقى وكنطفوه كين طعم سيبيا ممتاز جدا نفس الشيء سطفوه اخواني الكرام من القشرة الخارجية لأنها كنت أخذ لنا الأوسخ الكين في القعر ديال البحر تلتسق بها وبالتالي طعم كيتتسق وما كيتتجهش ليه السمك نهائيا إضافة الكلمار حتى هو روتال ممتاز جدا يعني البيوضة كلها ممتازة للصيد بالليل إخواني الكرام إضافة إخواني الكرام العجينة العجينة هذه بالليل منهار دائما خدام أصحاب البلوطة ولكن كما نقول المتمرسين إخواني الكرام المبتدئ يبعد على البلوطة نهائيا بالليل أخطر ما يكون هو البلوطة أخطر صيد على الإطلاق إخواني الكرام ممكن تسمع به هو البلوطة بالليل لأنه لموجه رأهما يبانش يعني تجو الموجه الموجه اللي ترتقات رأهما كتخلعناش اللي يخلعناش إخواني الكرام بالليل لموجه اللي لا ديرش للحس كيفاش تكون متلطة التعتقات فخ ولكن ما زال ما ترتقاتش. هاديك يا اخي بنوع دي الموجة اخواني الكرام. الموجة لها ترتقات ما كتخلاش. صافرها الجهدها مشا. ولكن الموجة لي كتعمر وكتطلع را ما كتديرش الحس وكتجي مباشرة. هادي اخطر انواع الامواج اخواني الكرام. لهذا كنقول لكم صيبوا البلوطة بالليل ممنوع اخواني الكرام على المبتدئين منعا باتا. اذا اخواني الكرام افضل وقت للصيد بالليل اخواني الكرام. سواء في الشاطئ سواء بين السخور. هو الليالي المظلمة. يعني كيكون ضلام يا اخواني الكرام. اغلب الرئاس كان عرفهم كيف يمشيوا في ايام المقمرة علاش كيقول لك بلنا وكيبالي هالمسياد وكي الجلسة ممتعة. ولكن السمك يا اخواني الكرام را ما كيضربش كما كيضرب الليالي المظلمة. الليالي المظلمة ما تكونش لقمراء كما كنقوله را كتكون الخدمة كيكون ضرب ديال الوحش كما كنقوله كيكون صنور بشكل كبير جدا. يعني مختلف انواع الاسماك كتنشط في الضلام اخواني الكرام. ولهذا السبب كنعطيهم طعم اللي فيها رائحة. وكتكون واضحة. يعني كنحاولوا بحل بيوضة لبيوضة اللي كنحيدو على القشرة كتعطي واحد اللون الحليبي كتكون ممتازة جدا. يعني كتوضح الاسماك بالاضافة الرائحة ديالها المميزة كما كنعرفوها عندها واحدة رائحة سبيسيال. عند السيبيا عند الكالامار عند اصبوع الروطال عندهم. اصبوع الروطال الاشرارة كنضربوه. عاد كنحيدو له القشرة كنضربوه كنرطبوه باش يقول لي رطب عاد كندخلوه في صنار اخواني الكرام. باش كيولي بحل السيبيا بحل الكالامار كيولي رطب. اه قلت لكم الرائحة. الرائحة ايضا السردين. علش كنركزو على السردين. نظرا للرائحة النفادة دياله. خصوصا السردين هو الماكريل. الكالامار. عفوا الماكريل هو كابايلة. كابايلة اخواني الكرام حتى يرى فعالة جدا خصوصا اذا كان نصيد فيه سنور. في سرقالة. فيه الكوربين حتى الكوربين كيضرب عليها. فيه الشرغو كيضرب على. يعني انواع كثيرة جدا كتضرب على هذه الانواع. خصوصا الرائحة. لانه الرائحة هي لي كثير. بالنسبة الاخوان اللي يصيد في الشاطئ اخواني الكرام. الصيد في الشاطئ طعم الممتازة ليه دائما كنقولها هي يدى ديدان والسلطعون. ولكن السلطعون اخواني الكرام كنفطلع اليه الديدان بالليل. وخصوصا ديدان دوداء ديالأخ في النير. هل كتسمع دوداء دية الاخEnter. رغمualها ع Hobbit. لايش?, لانه في الرأس ديالها كيكونوا ما ت ghosts اللم neuroscience هاي اللمdzie aktiv Hayat كينوا الوان مختلفة فوق العاس من التي كنركبها في الصنارة. ملك الترمى في الظلام الأخوانكم بذلك كبâyضات في الظلام. يعني يعني كيبدأ يبهن في بعض الالوان في شيء الохن supports. يعني皆 هذا السبب كان نفضل هذا النوع من الديدان دود ديال اخف النير ومن الأول الاشارة الاخف النير ممكن يشري فيه الدود ويجيبوا للمدينة دياله ويجمدوه سوف يحفظوا على التمليح الديدان كان نملحوه وكان ديرو في الكونجولاتور يعني وكان حافظوا عليه المدة طويلة جدا وكان عاوضوا نصيدو به ورفع جدا فعاليه تبقى هذا الشيء عن تجربة زربته وطعم ممتاز جدا صراحة ديال اصطادو به قاعد الوقت يعني مهم جدا وبالنسبة لمنتاج اخواني الكرام بالليل بالليل دائما اربط الصح دائما اربط الصح لانه بالليل كيما كان عرفولك يكون التط Leil افضل المفاجآتي اللي كتكون بالليل كيما قلله الحوت بالليل كي يخرج الحوت كيما قلت لكم كيكون الصنور دياله 10 كيلو دياله 15 كيلو تنقع به كيكون الكوربين كيكون سرقالة كيكون الدبدوب. كيكون النوها الدرعي وقت هذه اخواني الكرام الوقت الدرعي هي ها هذه بالضبط درعيد 6 كيلو 8 كيلو 4 كيلو كاين وقته هذي اخواني الكرام يعني افضل اوقات اخواني الكرام هو بالليل وتكون المارية مظلمة كما كنقولوا ما كيكونش القمر كيكون ضلم الطعوم اعطيناكم البيوضة والسرديل وكابايلة هذو هم افضل الطعوم اللي كيكونوا المفضلين بالليل اضافة بالطبع المونتاج كسكم تربطوا صح اخواني الكرام دائما صح هذا مهم ومهم جدا اخواني الكرام كانت مننا نكون اجبت علاقات تساؤلات ديلكم وإلا كانش تساؤل اخر او لهذا مرحبا بكم في التعليق كما لادا وشكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى فيديو لاحق ان شاء الله بارك الله فيكم